في الحديث عن مقومات قيام الدولة السعودية الأولى لابد بداية من التنويه أن تأسيس الإمام محمد بن سعود للدولة السعودية في الدرعية عام 1139-1727 ميلادي كان حدثا عظيما ومهما جدا في الجزيرة العربية في تلك الفترة لأنه حدث في وقت منعطف تاريخي كبير كانت تخضى عليها الجزيرة العربية في تلك الفترة في أحوالها التي كانت تتسم بالفوضى والعدام الأمن والفوضى السياسية والاجتماعية بالتالي وتليهت أكيد فوضى اقتصادية كبيرة كانت تشهدها الجزيرة العربية هذا التحول الكبير والخطير في قيام الدولة السعودية الأولى وفي تغير الأوضاع في الجزيرة العربية يجعلنا نفكر قليلا في مسألة الضرورة التاريخية الحتمية من قيام الدولة السعودية الأولى في تلك الفترة على وجه الخصوص فالتطور البشري عامة دائما ما يتضح من خلاله أن الأمور عندما تسوق في حياة البشرية إلى هذا المبلغ من الفوضى والاضطراب هذا يعني أن الأحوال تحتاج إلى تغيير إلى حركة إصلاح وهذا بالفعل ما حصل على يد الإمام محمد بن سعود هذا يقودنا إلى التفكير إلى سؤال مهم جدا ما هي المقومات والأسس التي قامت عليها الدولة السعودية الأولى لتحقق هذا الأمر وتحدث هذا التغيير الكبير في الجزيرة العربية سنبدأ الآن مع المقوم الأساسي الأول وهو الأرض والمقصود هنا به الدرعية التي تأسست عام 850 للهجرة 1446 ميلادي وكانت منذ نشأتها أسست لتكون الدولة المدينة والمقصود بالدولة المدينة أنها تكون مدينة لها خصائص الدولة وكان من أهم هذه الخصائص التي كونت مقوم مهمة مقومات قيام الدولة فيها بعد ذلك هي موقعها الجغرافي المتميز في وسط نجد وخصوصا وقوعها على وادي حنيفة الذي يعد واحد من أهم وأكبر الأودية في منطقة نجد هذا الموقع الجغرافي أعطاها أهمية استراتيجية مهمة لوقوعه على طرق التجارة في وسط نجد وطرق قوافل الحج أيضا هذا الموقع الاستراتيجي كما ذكرت أعطاها قوة اقتصادية كبيرة جعلتها موئل لعدد كبير من العرب الذين وفدوا إليها من أنحاء الجزيرة العربية وهذا زاد من عدد سكانها زيادة عدد السكان هذه إضافة إلى هذا الموقع الاستراتيجي المهم أعطاها قوة اقتصادية فتنوعت الأنشطة الاقتصادية فيها ما بين زراعة ما بين تجارة تربية مواشي فكان ذلك أيضا مقوم مهم من مقومات قيام الدولة في الدرعية بفضل هذه القوة الاقتصادية التي ميزتها عن غيرها من المدن الموجودة في نجد في الحقيقة أن العاصمة كمفهوم إداري معروف عاصمة أي دولة يقصد فيها أنها مقر الحكم وإدارة الدولة هذا الأمر بالنسبة للدرعية أرى فيه اختلاف نوعا ما والمقصود بذلك أن الدرعية لم تكن عاصمة عادية أو عاصمة إدارية لدارة الحكم فقط بل كانت لها رمزية تاريخية مهمة جدا لتكون مقوم من مقومات قيام الدولة السعودية والمقصود بالرمزية التاريخية هنا هو تجذر الحكم السعودي في هذه المدينة منذ فترة طويلة ذكرت من قليل أن الدرعية نشأت عام 850 للهجرة أي ما يقارب 600 عام من الآن وهذا يدلل على أهمية كبيرة لتجذر حكم أسرة آل سعود في هذه المنطقة والمقصود بذلك أن هذه الأسرة طبلا عن مكانتها كونها من قبيلة عريقة عربية عريقة طبعا في المنطقة أعطاها مكانة عظيمة إضافة إلى تجذر هذا الحكم متعاقب سنين طويلة قبل قيام الدولة السعودية يعني ما يقرب حوالي 300 عام قبل قيام الدولة السعودية الأولى في الدرعية أصل هذه الأسرة أيضا تميز هذه الأسرة بميزة مهمة جدا وهي الاستقلالية التامة عن أي نفوذ خارجي أيضا هذا الحكم تميز باستقلاليته التامة فليس هناك أي نفوذ خارجي سواء من داخل الجزيرة العربية أو خارجها على الدرعية وهذا أيضا كان عامل مهم حرص عليه الإمام محمد بن سعود أثناء قيام الدولة السعودية الأولى فقد حارب حتى يحفظ للدرعية استقلاليتها وحتى يتخلص من أي محاولات لمد النفوذ الأجنبي إلى هذه المناطق وهذا الأمر أسهم بقوة في تأسيس الدولة السعودية الأولى أيضا من المقومات المهمة التي قامت على أساسها الدولة السعودية الأولى هي المحافظة على الأمن وهذه كانت من أهم سياسات الإمام محمد بن سعود الذي سعى جاهدا لفرض الأمن في المنطقة والتي كانت تعاني كما نعلم جميعا من انعدام كامل للأمن وفوضى سياسية واجتماعية كبيرة وهذا ولا شك عامل مهم جدا في قيام الدولة السعودية وتوسعها في أنحاء الجزيرة العربية ومن المقومات المهمة أيضا في تأسيس الدولة السعودية الأولى ما يمكن أن نسميه المكونات البشرية والمقصود بذلك أن الإمام محمد بن سعود كانت له جهود عظيمة في توحيد الصف كما كانت له جهود كبيرة في توحيد الأرض وذلك من خلال عدة أمور ممكن أن نجملها أولا في نشر العلم حيث اهتم الإمام محمد بن سعود بنشر العلم واهتم كثيرا بالجوانب الثقافية والدينية والعلمية التي كان لها دور بارز في تأسيس الدولة أيضا من الأمور التي تمثل المكونات البشرية للدولة هو الحرص على دور المرأة وتعظيم قيمته في المجتمع وقد برز في الدولة السعودية الأولوه اهتمام كبير بشأن المرأة وإعلاق قيمتها ولعل أهم الأمثلة على ذلك الأميرة موضي بنت أبي وطبان زوجة الإمام محمد بن سعود والتي كان لها دور كبير في التأثير على زوجها وتأسيس الدولة السعودية الأولى أيضا من الأمور المهمة في المكونات البشرية العلاقة الإنسانية ما بين أئمة الدرعية وما بين شعبه والتي كان لها ملامح مهمة جدا من أهمها سياسة الباب المفتوح الذي اتبعه أئمة الدرعية مع شعبهم ومع رجال القبائل المختلفة وأبناء الجزيرة العربية كافة وذلك في فتح المجال لهم دائما للتعامل المباشر مع أئمة الدولة أيضا تضحت ملامح هذه العلاقة في التكافل الاجتماعي الذي تميز به أئمة الدولة السعودية فقد عرف عنهم كثرة الإحسان العطاء الكرم الشهامة ولهم مواقف عديدة تزخر فيها كتب التاريخ أيضا من العناصر المكونات البشرية المهمة التي اعتمد عليها أئمة الدولة السعودية أثناء قيام الدولة السعودية هي مسألة الاحتواء والمقصود به هنا على وجه الخصوص احتواء القبائل التي كانت في تلك الفترة لها ميزات معينة كونهم يأنفون أن يحكمهم أحدا غيرهم أيضا بينهم هذه النزعة الاستقلالية المعروفة لكن أئمة الدرعية استطاعوا فعلا احتواء هذه القبائل أولا للمحافظة على الأمن ثانيا ليكونوا قوة بشرية عسكرية لتحقيق طبعا أهداف الدولة وبنائها فكان هذا أيضا عامل ومقوم جديد أيضا في بناء الدولة بتكوين قوة عسكرية كبيرة أسهمت في توحيد الجزيرة العربية